تصاعد جديد لعمليات الاغتيال وعودة لمسلسل الرعب في مدينة سيئون مركزي مدريات الوادي والصحراء بمحافظة حضر موت وأهم مدنها من حيث حركة الحياة والتعداد السكاني في جديد أحداث المدينة اغتال مسلحون مجهولون جميل باتيس شقيق عضو مجلس الشورى اليمني والقياد بحزب الإصلاح صلاح باتيس أثناء تحركه بسيارته في المدينة وطبقاً للمعلومات فإن عمليات اغتيال مماثلة حدثت بنفس الشكل خلال الفترة الماضية وإن معظم عمليات الاغتيال وقعت في مدريات القطن وشبام وسيئون والتي باتت بمثابة مسرح مفتوح لعمليات القتل التي تحمل غالباً صبغة سياسية أو ثأرية عمليات الاغتيال في وادي حضر موت تصاعدت إلى حد مخيف كما يقول أبناء المحافظة خاصة بعد أن أصبح المواطنون العادي هنا في دائرة المستهدفين إلى جانب الشخصيات الاجتماعية والسياسية ومنتسبي قوات الجيش والأمن خبراء أمنيون قالوا إن عدم إيجاد حل جذري للإنفلات الأمني من قبل الحكومة وسلطات المحلية في المحافظة يفاقم الوضع ويزيده سوءاً فيما وجد مراقبون أن تطورات السياسية وتداخل الصلاحيات الأمنية في المحافظات الجنوبية تعتبر جزءاً من إشكالية الفراغ الأمني الموجود معالجة الملف الأمني بوادي حضر موت قرار سياسي بيد الشرعية والتحالف كما يرى متابعون إذ بيدهم الضو الأخضر إذا أرادوا أن يتدخلوا لمعالجة المشكلة وتطبيع الوضع الأمني حسب وصفهم عودة لمسلسل الاغتيالات في المحافظات الجنوبية المسلسل المرعب الذي تعددت صوره واتسعت دائرته في يوميات الحرب ترجمة نانسي قنقر